كذلك سعد سافيريس نحن نرسل أيضاً طبيعة العلاقات المصرية العربية هذه المرة نتحدث عن علاقات أردنية مصرية من كل هذا التقرير نتابع معاً ونستكم بعد تقرير التقرير حالة استثنائية مميزة من الروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الوثيقة العلاقات الأردنية المصرية علاقات ضاربة جذورها في عمق التاريخ وقد تميزت العلاقات على الدوام بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف إضافة إلى روابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي العربي والإقليمي بدعم وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي عندما نتكلم عن العلاقات الأردنية المصرية هي دائماً وأبداً علاقات كانت في صالح الأمة العربية وفي صالح العلاقات الثنائية الأردن كان حريصاً دائماً على أن يكون هناك علاقة مستقرة وأجواء مستقرة في الدول العربية وخاصة الشقيقة الكبرى وهي مصر ما تعرضت له مصر بعد عام 2011 أقلق الأردن سواء المستوى السياسي والمستوى القيادة ومستوى الشعب فكان دائماً الأردن يسعى لأن يصل إلى نتيجة مفادها أن مصر يجب أن تبقى مستقرة ويجب أن يبقى المجتمع المصري مستقراً ويجب أن يبقى موحداً ملفات أساسية عديدة يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفاً أساسياً فيها ومزالتا تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقاً للمرجعيات الدولية وصولاً لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية كما تتفق رؤى الدولتين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية وتأكيداً على علاقات الأخوية بين البلدين التقى جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات والمحافل الدولية والزيارات المتبادلة بحث فيها قضايا ثنائية وإقليمية ودولية وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى القطاعات زخماً كبيراً أكده انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وهي اللجنة التي تعد الأقدم بين اللجان العربية ويشكل الأردن بوابة مصر إلى دول غربي آسيا كما تشكل مصر بوابة عبور للأردن إلى القارة السمراء والأردن هو ثاني دولة من حيث تعداد العمالة المصرية فيها خارج مصر نحن في الأردن نفخر بوجود العمالة المصرية والتي تشكل حالة فريدة صراحة في بناء أيضاً الدولة الأردنية والمساهمة في بناء الدولة مع أبناء الوطن وأبناء الأردن ونحن نعتبر وجود العمالة المصرية هي إضافة أيضاً لهذا البلد ولمكونات الشعب الأردني ومن يسكن على هذه الأرض وفي المقابل يدرس عدد كبير من الطلب الأردنيين في الجامعات المصرية كما يزور مصر أعداد كبيرة من الأردنيين بقصد السياحة العلاقات الأردنية المصرية ترتكز على التكاملية والتشاركية وتضع مصلحة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين على رأس الأولويات شادي الشخامبا التلفزيون الأردني